السلام عليكم ورحمة الله Thyroid examination سريع جدا في دقيقتين وشوية هنقول كل شيء عن Thyroid examination بعد ما أخذنا الديتيلز في الفيديو السابق بداية زي ما قلت لكم أعرف بنفسك أنك أنت طالب سرة خامسة تعرف على المريض اسمه وعنوانه وعمره والمشكلة اللي جاء على خطرها سريعا ثم تكلم عن الإكس بوجر بسرعة الباشت يكون good position good exposure exposure لحد النبل الباشتين بعدها تبدأ تتكلم كان قال لك examin the neck أبدأ بالنك ثم general examin the thyroid أبدأ general ثم النك نبدأ بالنك أول شيء inspection good exposure ثاني شيء كان في أي سورة تعلق عليها sight, size, shape, surface, screen over and special character اللي هو البلع أو تطلعت لسانه وكان حاجة في الميد لاين بعد الانسبيكشن كان فيه سكار تعلق عليه الانسبيكشن كملتها ديما ديما هل أنتيري تريانجل ولا بستيري تريانجل الانسبيكشن كملتها المفترض على طول نبدو في البلبيشن البلبيشن ثلاثة تيمي لقدام temperature tenderness and trachea بعد ذلك temperature تقيس لو في جاء مشكلة في mass أو swelling وتقارنها بالجنبها والباشت المفروض uncovered تقارن بتاحت temperature tenderness تشوف كان فيها أي تندرنس واسك patient if there is tenderness تريكيا تبحها هل هي central أو لا بعد ما تكمل ثلاثة تيمي لقدام temperature tenderness and trachea تمشي من خلف الباشتن على طول ونشوف كان فيه أي lymph node bulbable وكان فيه mass bulbable لو أن mass bulbable قلت لكم لو كان في جهة واحدة تأخذها sight size shape surface consistency edge skin attachment and muscle attachment المسل كيف أضغط على يدي كان المسل تتحرك فوق منها من ديور بسهولة so it's not attached to the muscle تنبيه ثاني لو كانت bilateral and diffuse أضغط على جهة وحرك مثلا من جهة اليمين تضغط على اليمين وتحرك اليسار بعد ما تكمل وصف mass دي ما يبلع patient من جديد المية وتشبه الهي moving with deglutation ولا لا بعثة دا كله المفروض examined lymph node submental submandibular preauricular postauricular anterior cervical جدام sternum posterior cervical subraclavicular lymph node and occipital lymph node بعد ما تكمل كل شي تعمل direct percussion على sternum وبعدين تاخذ استيتيسكوب متعك وتدير اسكالتشن على السويلن واسكالتشن for carotid artery بعد ما كملنا examination of the neck حنشوفو general examination بداية بالهند أول شي لدينا في الهند اضع هناك الزلزل سمحت جدا تضع ورقة for any fine tremor بعدين ريحة بارك الله فيك تشوف البلس بالكامل تشوف البلس تعلق برنر الريثيما سويتينج هل في ردنس هل في نيل كلبينج بعد ما تكمل الهند تشوف البلس بعد البلس تشوف كان فيه collapsing بلس في حارة ال hyper dynamic circulation تشوف البلس وحي بعد اللابس تشوف البلس والمكس والمفروض المفروض بالمرة بعد ما تكمل الهند تشوف اللاور لمب بريتيبي الميكز اديم او داو لمب اديم اذا كان فيه امكانية الينف نوض بعد ما تكمل الابر للمب اللاور لمب الهيد ونك اشهر شيف الهيد ونك هو الاي سيمتوم ولو إنه حتى الموت مهم كان فيه موت هيجين ومشوف التيت كان فيها كان فيه كان فيه أي شيء في الموت وغيرها الفرين وغيرها. أما العين متعودين قصة بعد ذلك أشبح تحت قصة سكليرا فور إني جوندس أشبح فوق. كونجاكتايفة فور إني بالنس لكن الآي ساينس مهمة جدا في التيرويد. أول وكانك أنت تشوف بالمرة بتشوف الإكزوف تلمس المفروض نجو من الجنب كان فيه إكزوف تلمس أو من فوق بعد ذلك ونشوف كان فيه إكزوف تلمس ثلاثة في العين من غير هكي حركات العين أول شي كل الموفمت في بس أفضل موفمت هي عدم وجود كونفيرجنس كونت عدم وجود رينكليس في الفورهيد كذلك الليد لاك وهيك نكون وكملنا إكزاميليشن سريع جدا للثيرويد بشيك على تسامري من غير الثيرويد اللي أخدناها بكامل شكرا لإستماعكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر